للمرة الحادية والعشرين ستنطلق محادثات أستانا حول سوريا من هنا من العاصمة الكزاخية أستانا بين يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من كانون الثاني بمشاركة الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران وممثلين عن المعارضة السورية والنظام وبحضور الأمم المتحدة ولبنان والعراق والأردن كدول المراقبة المحادثات الأخيرة كان من المفترض أن تكون النهائية في مسار أستانا وخاصة بعد إعلان كزاخستان انسحابها من المحادثات إلا أن الدول الضامنة أكدت تمسكها بهذا المسار كما سر عغير بيدرسون حوارات تمهيدية مع الأطراف لإعلان موعد الجولة الجديدة على مدى ست سنوات من مسار أستانا الذي بدأ في 2017 لم تخرج الأطراف بنتائج تذكر بالنسبة للملفات الرئيسية المتعلقة باللجنة الدستورية والحل السياسي وملف المعتقلين ولكنها نجحت إلى حد ما في تحقيق تقدم بخصوص مناطق خفض التصعيد ووقف إطلاق النار ولكن السؤال المهم الآن هل ستنجح الأطراف بإكمال المباحثات من حيث انتهت أم أنها ستعلق مجددا دون أي نتائج كما هو حال الجولات العشرين السابقة تلفزيون سوريا سيمون عناعة العاصمة الكزاخية أستانا